أصدر الملس المشترك للأحزاب السياسية الأثيوبية بياناً حول القضايا الوطنية الجارية في البلاد وذكرت السيدة راهيل بافي منسقة الملس المشترك للأحزاب السياسية الأثيوبية أن النتائج تأتي بعض التضحيات التي نقوم بها لإبقاء سيادة بلادنا وقالت على مدى السنوات الثلاثة الماضية ونحن في طريق التغيير لقد واجهتنا مصاعب بسبب خيانة الجبهة الشعبية لتحليل تجراء قبل عام عندما هاجم الجيش الوطني الذي كان يعمل لأمن المنطقة وسلامها في القيادة الشمالية قبل عام ولدت هذه الخيانات العديد من الدمار في مناطق تيجراي وأمهر وعفر وأراح ضحية هذه الخيانة العديد من الشباب الذين ماتوا في هذه الحرب وأيضاً العديد من الناس الذين قتلوا وشوهوا وشردوا وأيضاً الثروات التي نوهبت ودمرت لا تعد ولا تحصى ومن الواضح أيضاً أنه جر بلادنا إلى الوراء وأضافت السيدة راهيل أن إثيوبيا تواجه اليوم حملة الدعايات الكاذبة من شتى وسائل الإعلام الأجنبية والأفراد والهدف من هذه الحملة هو الضغط على إثيوبيا وأن الشعب الأثيوبي لم ولن يقبل أبداً حكومة عميلة توضع لهم سواء من الداخل أو من الخارج لقد شهدنا أيضاً الحرب الدعائية التي شنتها بعض وسائل الإعلام الأجنبية والحكومات والمؤسسات والأفراد الذين ينشرون أخبار بأن إثيوبيا ليس لديها أمل لقد رأينا وسمعنا أيضاً الذين يزعمون أنهم شكلوا تحالفاً فيدرالياً أو كونفدرالياً في أمريكا الشمالية تحت رعاية الجبهة الشعبية لتحديد تقراء الإرهابية والتي صنفها البرلمان الأثيوبي بأنها جماعة إرهابية ويدل هذا على أن هؤلاء المجموعات يصفون الشعب الأثيوبي بالجاهل ولكن من ناحية أخرى فإنه يوضح مسافة الرحلة الشيطانية لوضع بلدنا في مأزق الشعب الأثيوبي نفسه لم يقبل أبداً ولا يزال لا يقبل الحكومة العميلة التي يتم التلاعب بها في الداخل والخارج لا نقبل بهذا أو بأي تحالف آخر يهدد سيادة البلاد وأضافت يجب على جميع المؤسسات والحكومات إدانة هذا التدخل الغير القانوني لأنه عندما ترتكب هذه الفضائع ضد إيتيوبيا اليوم فإن الدول الصامتة ستطرق أبوابها غداً بالطريقة نفسها وفي البيان الصادر من المجلس في أعقاب الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية والدائمة للمجلس المشترك للأحزاب السياسية في إيتيوبيا أكد البيان على النقاط التالية أولاً في هذا الوقت الصعب يجب على جميع المواطنين وخاصة المحاربين القدامى وذوي التدريب العسكري أن يكونوا يقضينا ومنظمين وأن يقدم التضحيات لحماية إيتيوبيا من مثيرية الشغب داخل وخارج البلاد ثانياً يجب أن تعطي الحكومة الأولوية لإعادة تأهيل أهلنا الذين شردتهم هذه الحرب وأن نعمل معاً نحن المواطنون لإعادة تأهيلهم ثالثاً على الرغم من أهمية حالة الطوارئ يجب توخي الحذر الشديد لضمان عدم تعرض المواطنين الأبرياء خاصة من أصول تيجراي للإساءة رابعاً يجب أن تكون الحكومة مستقلة عن منتدى التوافق الوطني وأن تفي بمسؤوليتها التاريخية من خلال تسهيل بدء العمليات خامساً نحث بقوة جميع القوى السياسية على الاستعداد لحل الخلافات حول الطاولة كما يتطلب أخلاقيات وأداب الحوارات السياسية في القرن الحادي والعشرين وفي الأخير نعشد المجلس والشعب على التعاون والتكاثف لخلق التفاهم الوطني بشكل أكبر المجلس المشترك للأحزاب السياسية الإثيوبية